تاني يوم بدأنا نعمل مداخل والحوايط الامامية بتاعة النفا وبدأ المكانة نشتغل. انا في الليلة دي اه بايت في الاسماعيلية. ما خلاص ما روح ازاي ده احنا بنعمل الحدس اه الاول مرة نعمله في مصر وحاجة تاريخية وشركات انا عايز افضل معاهم احنا بدأنا في الاسماعيل الاول. عايز ابقى معاهم في اول ليلة دي عشان الناس تشتغل وحماس. الساعة اربعة الفجر. المكانة كانتشغالة المكانة توقفت. حصل عطل. المكانة توقفت. انا بحكي الحياتك زي اللي هي نفس اللحظة دلوقتي. فلو مصدنا الفجر قلتنوا مصدوا الفجر وربنا يكريمنا. والناس بتاعنا حاولوا كده مع الراجل بتاع هيرين كنشت. شوفوا ايه الموضوع? ليه الصمام نتقفل? وايه اللي حصل? يعني احتمال يقابلنا المواقف ده كتير. فاحنا متعاودين على كده. بس بسرعة عشان احنا لسه في البداية. وما ينفعش. يا رب اه اه وفقنا ويا رب اه نجحنا وروحنا صلينا. وبعد صلاة الفجر ده يات سيادة الرئيس بتصل بيه. بعد صلاة الفجر سبحان الله. فقلت له فنم اه سبحان الله هو ستك كنت احرف ان انا اه اه مزنوء او في ديئة يعني. قالت ها بس تقول لي في ايه? بكيت. وقلت له فنم احنا في اول يوم حفر. والمكن اعترت. وفحنا بكيت. المرة صعبة يا فنم. قال لي لأ. وحياة دموعك يا كامل. كده. وحياة دموعك يا كامل. هننجح. وربنا هنجحنا. ما تقلقش. خلص المكالمة مع رفل ورجعت. دخلت المكناة. ايه الموضوع? ايه حملته ايه? قالوا فنم والله حصل سدد. احنا اه الفايبر اللي في الحيطة الامامية للنفق. نصبنا بفايبر عشان لما المكناة بتحفر فيه. ما بقاش في حريط تسلحي اصر في المكناة في الاول. فبقى ده تقنية معروفة في علام الانفاء يعني. ففيه الفايبر. الفايبر ده لما لما اه اه المكناة بتحفر بيمتص مع الاسلاري او الناتج الحفر اللي طالح البنتميت مع المية مع الكلام ده. وتروح على اه خط اه طويل على مكناة فصل المكونات. تفصل البنتميت الواحدة ويرجع تاني يخش على المكناة. وتفصل المية الواحدة تاني ونرجع تاني نستخدمها. وتفصل بقى الاسلاج والحاجات دي مع الرمل اللي محفور. وتتحمل على العربيات وتطلع برا الموقع خالص. فقالوا لي ان ان الفايبر ده لما تقطع داخل سد السمامات بتاعة مكناة الفصل. فمكناة الفصل اللي لازم لك اتوقف. طب بسرعة نعمل ايه? برقنا بقى هنا عبقرية المهندس المصري. اللي اخترع مدفع المية لما فتح الصغرات في صدر الترابي. برليب. واللي تحمل المسئولية وقال انا هحفره الانفاء بنفسي. جات هنا عبقرية المهندس المصري. ان احنا ببساطة خالص نعمل اه منخل. اه قطر. اديق شوية من السمامات والفاتحات بتاعة المكناة. عشان اه لو ما دابتش مع المية او الفايبر ده مش هدوب مع المية. يحفز هذا الفايبر اه اه وا اه ما يحصلش عطل فيه او انسداد فيه ما كدفصل مكونات. زمالي في شركة تكونكر بالتحديد مهندسين اقدر اقول لك بالاسم المهندس محسن والمهندس سعد سامعيني كانوا معايا في اليوم ده والمهندس سامر وربنا وفقنا ومشينا كل ده بدعا كل المصريين الوطنيين الشرفاء اللي بحبوا بلدهم واسرارنا ان احنا نعمل حاجة لبلدنا واسرار الراجل ده الغريب الرهيب ان احنا هو يعني قدرتنا قدرتنا كمصريين هو وعيها ومقدارها كويس جدا ووثق في البنقرم المصري والشعب المصري ووثق في مش قدرته فقط ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا وده كان كل قراراته كانت كده قرار اما دروس ومتخطط وكل حاجة عشان ما حاجش قول بس ايه عرصنته بتشعر لا 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 كل حاجة متخططة